الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين حياكم الله إخواني وأخواتي إلى حلقتنا الثالثة عشرة من هذه الهمسات همسات السحر إخواني الكرام إن لهذا الصوم حقوقا فيجب أن تؤدي حقوقه إن له آدابا وأخلاقا يريد أن يربيك عليها بقية أيام حياتك فالتزم بها من الآن وكنت الميذا نجيبا في مدرسة رمضان حتى تبقى عمرك كله على هذا المنهج الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والحديث متفق عليه لو أننا تربينا على هذه الأخلاق وكان شعار الواحد منا في حياته عموما إني صائم والصيام هو الإمساك إني ممسك عن الرد على هذا الجاهل إني ممسك عن مخاطبة السفيه بمثل ما يخاطبني به إني صائم عن النزول إلى هذا المستوى من الترد الخلقي عند من يشتم أو يسب أو يصخب أو يجرح لو صامت ألسنتنا عن الحرام وصامت جوارحنا عن الآثام لحققنا حقيقة الصيام ونحن الليلة على موعد مع خبر رجل من التابعين من التابعين الكرام صيامه وحياته كانت عجيبة إنه سليمان بن طرخان شيخ الإسلام أبو المعتمر التيمي الذي كان مقدما في علمه وعمله رحمه الله عن محمد بن الأعلى قال قال لي معتمر بن سليمان لولا أنك من أهلي ما حدثتك بذا عن أبي مكث أبي أربعين سنة يصوم يوما ويفطر يوما أربعين سنة يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة بيصلي الفجر بوضوء العشاء يا معنى كده أنه يقوم الليل لا يضيع وقته الليل كله لا ينامه وعن معاذ بن معاذ قال ما أتينا سليمان التيمية في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه مطيعة الله على الكلمة دي أخوان الله يا ما سعاد يطاع الله فيها والناس أعدى قدام التلفزيون تتفرج على المسلسل القذر المجرم الأثيم اللي حتى من اسمه تبين لك قذارته اللي بيسموه زين المحارب يا مناس في الساعات التي يطاع فيها الله يرتكبون المحارب ويقعون في الآثام والجرائم نسأل الله أن يتوب علينا لكن سليمان التيمي يقول عنه ما آتيناه في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه مطيعة وقال حماد بن سلمة عن سليمان التيمي كنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله الله لا يحسن يعصي الله ما بيعرفش يعصي ربنا ما بيعرفش فيه ناس لما تيجي تقوله أنت ما بتعرفش تشرب السجارة يشرب السجارة قدامك عشان يثبت لك أنه يعرف عشان يثبت لك أنه راجل يجي لك يقول لك أنت تعرف كم بنت ومعاك أرقم تليفون كم بنت من البنات أنا معايا رقم عشرين ودي يقول أنا معايا رقم مية وعلى الفيس عندي ألف بنت وهي دي الرجولة فرحان أنك بتعرف تعصي ربنا وكان العلماء والعظماء قديما يمدحون إنه ما بيعرفش يعصي ربنا وعن عبد الله بن المبارك قال أقام سليمان التيمي أربعين سنة إمام الجامع بالبصرة يصلي العشاء والصبح بوضوء واحد وعن حماد بن سلمة قال لم يضع سليمان التيمي جنبه بالأرض ليلاً عشرين سنة ما حطش جنبه على الأرض مش نام لا ما ريحش ما ريحش حتى كده إنه جنبه ييجي على الأرض شوية ما عملش كده وعن شعبة قال ما رأيت أحداً أصدق من سليمان التيمي رحمه الله كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه إحنا فين من الكلام ده يا أخوان إحنا فين ولحد إمتى هنفضل غفلانين وهيعد علينا كام رمضان وإحنا لسه ما تغيرناش وأخلقنا ما تغيرتش وقلبنا لسه ما رأيتش وطبيعنا لسه ما نضفتش إمتى يا أخوان أيها الغافل أيها الغافل اعرف زمانك يا كثير الحديث فيما يؤذي احفظ لسانك يا مسؤولاً عن أعماله اعقل شانك يا متلوناً بالزلل اغسل بالتوبة أدرانك يا مكتوباً يا مكتوباً عليه كل قبيح تصفح ديوانك أخي أخي أختي أختي يا من أكثر عمره مع الذنوب قد مضى إن كان ما فرط يوجب السخط فاطلب في هذا الشهر الرضا يا كثير القبائح غداً تنطق الجوارح فأين الدموع السوافح يا زجداء الشديد الفاضح سد أبواب اللهو والممازح أيها الرائح كيف حالك في الضرائح من لك إذا أوثقك الذابح يا من قد سارت بالمعاصي أخباره يا من قد قبح إعلانه وإسراره أتؤثر الخسران قل لي وتختاره يا كثير الذنوب وقدنا إحضاره نقدك بهرج إذا حك معياره فلوسك مزورة فلوسك مزورة عملت مزور إلحى نفسك قد ضاعت في الذنوب الأعمار فأين يكون لهذا الغرس إثمار إخواني اعرفوا قدر من قدر سبحانه 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 تذكروا كيف عصيتم وستر اعرفوا قدر من قدر تذكروا كيف عصيتم وستر ويم الله لو قمتم على البصر وسجدتم شكرا على الإبر ما وفيتم بشكر نعيم محتقر أما طوى القبيحة وكل الجميل نشر أما بعض نعمه السمع والبصر فيا إخواني تعالوا بنا بقلب المؤمن المحزون الخائف على نفسه من عذاب الله نتضرع خاشعين خاضعين ونقول بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا احتمي بحماك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب نجاك أترده وترد صادقة توبتي حاشاك تطرد لها إذا حاشاك أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك واليوم واليوم يا ربي محوت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك ذقت الهواء مرّا ولم أذق الهواء يا ربي حلوان قبل أن أهواء قبل أن أهواء اذق الهواء ذقت الهواء مرّا ولم أذق الهواء يا ربي حلوان قبل أن أهواك لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في الكون من آياته عجب أعجاب لو ترى عينك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك ربي لك الحمد العظيم لذاتكم حمدان وليس لواحد إلا فالآن يا أخي الكريم إلهج بقلبك الحزين المتألم الخائف من ذنوبه وعصيانه واشك حزنك إلى ربك وردد قول يعقوب وأنت تشكو من الذنوب فقل كما قال الله عز وجل قال إنما أشكو بسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لها تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون نعوذ بك اللهم أن نكون من الآيسين أو نكون من رحمتك قانطين أو نكون بك من الكافرين نسأل الله العفو والعافية وهو أرحم الراحمين طاب سحركم وطاب سحوركم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر